بني بوكاري إحدى عزل مديرية جبل حبشي تقع إلى الغرب منها باتجاه عزلة حمير بمديرية مقبنة ويبلغ عدد سكانها نحو ثمانية آلاف نسمة متوزعين على عدد من القرى التي تتربع على هذه التباب المرتفعة يتوسط ناحيتين ناحية جبل حبشي وناحية مقبنة فالمكان له أهمية عظمى ومتناسى من الجميع فيكاد لا يكون فيه أي مشروع حكومي يستفيد منه أهل المنطقة يعد التعليم واحدا من أبرز اهتمامات أبناء المنطقة لكن رغم الكثافة السكانية فيها إلا أنها تفتقر إلى مدارس تكفي طلابها الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المدارس في العزل المجاورة وهو ما يعتبر أمرا صعبا خصوصا للأطفال نواجه صعوبات كثيرة جدا لبعد المدارس هذه سببت لنا مشكلة جدا خاصة في المستوى التعليمي المستوى التعليمي حيث دعا بعض الآباء إلى حرمان أبناءهم من الالتحاق بالمرحلة الدراسية ولذلك بسبب الأخطار الذي يواجهونها في الطرق مؤخرا تعاون أهالي العزلة وأطلقوا مبادرة أهلية لبناء مدرسة أساسية وثنوية تصهموا في التخليف من معاناة أبنائهم الطلاب وبدأوا بتنفيذ مشروع البناء لتبقى على هذا الشكل من الأعمدة أو ما يطلقون عليها بالقواعد وبجهود ذاتية خالصة نفذنا مرحلتين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وكانت مكلفة 32 مليون الآن متبقي تقريبا لكي نكمل المرحلتين الثالثة والرابعة 100 مليون 100 مليون التكلفة الإجمالية وهذا ما ناشد به المنظمات والجهات المسؤولة وكذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية والتقار ورقال الخير أن يساندوا أهل هذه القرية الذين بدلوا قهدين كبيرا تعثر هذا المشروع نظرا للتكاليف الباهظة التي يحتاجها والتي تفوق طاقة المواطنين هنا ما يتطلب تدخلا من الجهات الحكومية والمنظمات المانحة لإكمال هذا الحلم الذي يراود آلاف المواطنين في هذه المنطقة هواز الحمادي قناة بلقيس من عزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي تعز شغطًagus شكرا لعمل شكرا لعمل